السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الطالب سند من الصف السادس اليوم سوف اقوم بشرح لكم عن هذا المكعب الرباعي جميعا يوجد له ستة اوجه سوف اقوم بتحديدهم لكم هذه واحد هذه اثنان هذه ثلاثة هذه اربعة هذه خمسة وهي ستة صح صح الآن يوجد له اثنة عشرة حرفا يوجد له اثنة عشرة حرفا والستة اوجه تعونا مربعة وهذه الستة اوجه مربعة بربعة بنفس الشيء متطابقة سوف اقوم بكم الاحرف تعونا اللي هما سمعت الحرف هذه واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش ثلاثة صحيح صحيح وهذا المقعب لدينا معلومات عنه هو جسم ثلاثي الابعاد يوجد له ستة اوجه مربعة واثنة عشرة حرفا او حافة ثمانية ويوجد له ثمانة اركان وهو شبيه لمتوازي المستطيلات ابعاده 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 المتقابلة اركان المكعب هي زواياه هو زواياه قائمة وحروفه هي الخطوط المستقيمة حروفه هي الخطوط المستقيمة ممتده بين زواياه صحيح صحيح ثانيا سوف اقوموا بالشرح لكم عن متوازي المستطيلات ها هو ويوجد له ستة اوجه مثل هي واحد هي اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة هي ستة ويوجد له اثنة عشرة حرفا هي واحد هي اثنان هي ثلاثة هي اربعة هي خمسة هي ستة وهي سبعة هي تمانية تسعة عشرة وهي احد عشرة وهي اثنى عشرة وهي اثنى عشرة التوازي المستطيلات ليست جميع الوجوه تعيته مربعة بل وجهان مربعان والاربع الأوجه الباقية مستطيلة والشكل الثالث هو الهرم الهرم الرباعي سوفقوم بشرح لكم عن هذا الهرم ويشرح لكم عن هذا الهرم هو الهرم هو الهرم رباعي يوجد له خمسة اوجه وأثمانية أحرف لديه خمسة أوجه وثمانية أحرف وهذا الهرم يوجد له خمسة أوجه وثمانية أحرف سوف أعجلكم الأوجه استيعونه هذه واحد هذه الاثنين هذه الثلاثة هذه هذه الربع وهي الخامس هذا الغاز الرباعي هذا من الهروم الذي بنوه الانباط هذه الحرف الاول هذه الاول هذه الثاني هذه الثالث هذه الرابع هذه الخامس هذه الثالث هذه السابع وهي الثامن وهذا من الهروم ثلاثي يتكون من اربع اوجه جميعها مثلثة يوجد له ستة احرص لكن هذا ليس عندي الهرم ويوجد عندي معلومات عن الهرم الرباعي اما الهرم الثلاثي ثم مخروض اما الهرم الرباعي اللي راح يكون معلمات هنا هو متعدد سطوح يتم تشكيله يتم تسكيله من خلال توصيل رؤوس المضلة في قاعدته ونقطة لا تقع في نفس المستوى قاعدة الهرم يمثل الهرم يمثل الهرم مثلثات يمثل الهرم مثلث يشكل يشكل كل ضلع من اضلاء قاعدته وتسمى المثلثات المكونة للبناء الهرمي الغلافي الجانبي وجميع الهرمات هي مجسمات ذاتية للتبالي كان معاكم أبطال سنة من الصف السادس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته